قد يكون زعماء فرنسا وبلجيكا أشادوا بعمل المصالح الأمنية هنا ولكن تظل عديد الأسئلة مطروحة لعل أبرزها كيف استطاع عبد السلام التخفي في مدينته التي نشأ فيها لأكثر من أربعة أشهر وقد تم إلقاء القبض عليه على بعد بضع بنايات من الوصول إلى منزله العائلي حالة من التشنج انتابت أهالي الحية الذي شاهد العملي الأمنية ويبدو أن حركتهم قيدت في المنطقة خلال انطلاق العملية وبعدها بقليل وقد بدأوا يتسألون عن الوقت الذي يستطيعون فيه العودة إلى بيوتهم ويرفض هؤلاء تنعة منطقتهم بأنها حاضنة للمتشددين ويقول أحد الأهالي تم حشر جالية كاملة في خانة واحدة وتم نسيان أن الجالية المغربية موجودة هنا منذ عقود ويأتي من يقول أنه توجد هنا قاعدة جهادية كلا ينبغي البحث عنها في مكان آخر ويبدو أن النفوس في مولنبك ستهدأ الآن خاصة وأنها عانت كثيرا بسبب من أجرم في حق الآخرين باسم الدين يقول البعض